بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين فترة أسئلة خدمة يوم السلساء 29 ديسمبر 2020 وناخد مع بعض الجزء الرابع وأسئلة أسئلة أخوات الأحباء من الفيسبوك ربنا يبارك حضراتكم وكل سنة وحضراتكم طيبين أستاذ الدعاء نعم وسلام رب المجد وكل سنة وحضرتك وأسرتك يا رب بألف خير ربنا يبارك حضرتك هل حضرتك قلت أن ملك الألفي لرب المجد من الصليب إزاي من سنة الصلب 33 لغاية الألف مش فهمة يعني عدد السنين وكلمة ألف تقصد إيه طيب ناخدها نقطة نقطة طبعا يوجد رأيين أنا أحترم تماما الحرف الملك الألفي الحرفي اللي هو أصله يهودي وإنه المسايا الملك الأرض حيحكم عليهم ألف سنة واللي تأثر به البعض وبعد كده أعيد أحياء هذا الفكر من بعد القرن الخمستاشر مرة تانية لكن باختصار أخت العزيزة المقصود الألف سنة هو مقصود بيها معنى رمزي اللي احنا كنساتنا التقليدية من البداية بتؤمن بوضوح شديد إنه المقصود من الرب يسوع المسيح اللي قيد الشيطان من قبل الصليب طيب دي مش ألف سنة ده احنا عدى ألفين سنة أو قرب الألفين سنة ربنا بيقول بوضوح شديد اليوم عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم فالألف سنة ده معنى رمزي ده مقصود به الحاجة التانية رقم ألف دايما بيشير إلى البركة يشير إلى عطايا ربنا يشير إلى الفرص اللي بيديها ربنا فالحاجة المباركة يقول عليها ألف أو ألوف ده المقصود من معنى ألف سنة مقصود أصد البركة أصد العطية أصد الفرصة اللي ربنا بيدي فرص ويدي بركات في الانتظار ده المقصود فرقم الألف هنا ليس معناه ألف سنة بالزبط باليوم والساعة لكن ألف سنة مقصود فيها فترة طويلة مباركة من عند ربنا حيتأنى فيها وده اللي بيتكلم عنه معلمنا بطرس عن التباطل ولا أسمع رأي حضرتك في لقاح فايزر أنا تكلمت عنه طبعا وتكلمت ما هو لقاح فايزر ولقاح موديرنا ولقاح أكسفورد ايه اكشولي تكلمت عنهم في الأجزاء السابقة كلها وضحت أنه الثلاثة دولار الأساسيين دولار إما RNA لكن أرفض تماما اللي بيتدعى أن ده سمة الوحش لا ده ليس سمة الوحش هل هو تحكم في الإنسان؟ لا ليس تحكم في الإنسان هو يضر بعض البشر وليس كلهم عشان كده قلت في آخر موضوع كل واحد محتاج أنا ما بقولش ما تاخدش التطعيم كل واحد محتاج يفكر ويسأل الدكتور بتاعه ليه؟ لأن التطعيم ده ممكن يعني يتعبه ويسبب له أمراض وأضرار شديدة لو كان عنده حساسيات ولا هكذا أو ممكن له إنسان فعلا عنده مضاعفات شديدة من أمراض زي سكر وغيره وفعلا حالته الصحية تعبانة ومتعرض أن هو ممكن ياخد الكوفيد ممكن التطعيم ده ينقذه من الكوفيد فينقذ حياته فعش كده قلت كل واحد مسؤول عن رأيه لكن هل هو سمة الوحش؟ لا أعتقد هل هو يتحكم في الإنسان؟ لا أعتقد لكن هو يقدر يضر الإنسان بحساسياته بمشاكل كتيرة وبيسود الأوتو إميون ديزيز أو يسبب أوتو إميون ديزيز وأيضا هو ممكن يغير جينات الإنسان ودي احتمالية معروفة ومنشورة من سنة 2016 ده مش حاجة أنا باختريعها فالمرنة فيكسين بيضر زي وزي بقية الفكسينات وكمان عليهم زيادة أنه ممكن يغير جينات الإنسان ده لقاح فايزل لقاح موديرنا وكمان أيضا الفكسين بتاع أكسفورد وأسترزينك ربنا يبارك حضرتك واتكلمت عنه أستاذ ماران آثى بتقول دعم وسلام عزيزي هل ممكن يكون الفكسين علامة إبليس ولا ده بعيد لا برضو نفس السؤال ونفس الإجابة اللي لسه مجوابة حالا لا على فكرة أسكر لحضراتكم حاجة وربنا يدبر لما نكمل سفر وإحنا وصلنا إصحاح 13 فيه منتصفه وربنا يدبر نكمله دايما البعض يتكلم على علامة الوحش و666 وده على فكرة مش دقيقة لما بيتكلم في سفر رؤية إصحاح 13 اللي بيتكلم أنه الجميع الصغار والكبار الأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمى على يدهم اليمنى أو على جباههم البعض قالك دي الـ RFID أنا بقول أنه لا لكن التكنولوجيا اللي بدأت تستخدم في الـ RFID وبتطور هي حتكون مناسبة جدا للوحش ولكن العداد بعد كده العددين اللي بعد كده بيحدد ثلاث حاجات مش حاجة واحدة لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة اللي هي اللي تصنع على اليد اليمنى أو الجبهة أو اسم الوحش أو عدد اسمه لا ده كده ثلاث حاجات يا إما السمة اللي توضع على الجبهة أو اليد اليمنى أو اسم الوحش يعني هيحمله اسمه بطريقة ما أو عدد اسمه كود بطريقة ما ده ثلاث حاجات السمة واحدة منهم هنا الحكمة ما له فهمة فليحسم عدد الوحش فأنه عدد إنسان وعدده 666 هل الفاكسين ده علامة الوحش لا ينطبق عليه أنه هو على يدهم اليمنى أو على جبهتهم وما يقدرش يبيع ولا يشتري بيه ولا ينطبق أنه عليه اسم الوحش لا أو عدد اسمه اللي هو 666 فلا أعتقد دي بعيدة ده اللي أقدر أقوله أستاذ الحبيب وأشكر حضرتك جدا على السؤال وربنا يبارك حضرتك أستاذ أستاذ إيمان نعمة وسلام رب المجد لماذا الرسل عندما كتبوا العهد جديد لم يكتبوا يهوة أو إلهيم بتكتبوا كيريوس وثيوس لأن الرب قال لموسى أن هذا اسمي إلى الأبد والرب يسوع المسيح يبركك على فكرة حتى اليهود نفسهم اللي ربنا قال لهم أن هذا اسمي إلى الأبد لما شيخهم لما جم يترجموا العهد القديم في القرن الثالث قبل الميلاد ترجموا إلهيم إلى ثيوس ويهوة إلى كيريوس في الترجمة السبعينية وموجودة بوضوحه مخطوطاتها حتى الآن أيضا الأرامي والرب يسوع المسيح هو تلميذ وكانوا بيتكلموا الأرامية ليس العبري فقط ولا اليونانية فقط لكن كانوا كمان بيتكلموا الأرامية هي الأساسية اللغة الشعبية الأرامي موريو وإلهو لا إلهيم ويهوة بل موريو وإلهو فمن يوجد عندنا أي إشكالية فيه ترجمة اسم ربنا على فكرة سفر دانيال اللي مكتوب فيه تعبيرات بلغة أرامية بحروف عبري ولكن تعبيرات أرامية أو كلدانية برضو ما فيش أي إشكالية فالموضوع ربنا مش بتحده لغة واحدة لازم اسمه وكتابه يتكتب بلغة عبرية أو نطق عبري أو الاسم لازم يتكون هو بالاسلوب العبري أو النطق العبري يهوة ليه معنى في العبري إلهيم ليه معنى في العبري وهكذا فده باختصار شديد فاسم إلهنا يترجم لللفز المتداول المتعارف عليه في هذه اللغة عشان كده ما فيش أي إشكالية أنه يتكتب كريس إنجيل متى والنصحة العبري من إنجيل متى آه ممكن يكون فيها يهوة وإلهيم لكن إنجيل متى نفسه لما ترجمه بإرشاد الوحي الإلهي إلى اليوناني عشان ينتشر في العالم كتب كريس وثيمس فليوجد أي إشكالية من ترجمة اسم إلهنا بالمعنى الدال في اللغة المترجم إليها وده تم في العهد القديم وتم في زمن الرب يسوع المسيح وتم في العهد جديد ده باختصار شديد وربنا يبارك حضرتك أخت العزيزة أستاذ نجويب غالي آسف لبنتها لإسم خطأ أو نجوب غالي ما حقيقة زواج مريم بعد ولادتها لرب يسوع المسيح الكلام ده لم يقل بأحد لا من الأباء ولا من الكنيسة الأولى ولا في أول قرن 15 قرن ولا هكذا لكن للأسف بدأ يظهر في القرن 15 وما بعده مع محاولة رفض الكهنوت ورفض موضوع سكوك الغفران وعليقتها بالقديسة العزراء مريم فحاول يقلله من مكانتها وهكذا فالكلام ده طلع ويبالغ فيه البعض في القرون التالية لذلك لكن لم يقل بأحد على الإطلاق ولا يوجد أي عدد في الكتاب المقدس بيقول أنه مريم كان لها علاقة زوجية طبعا مريم العزراء هي زوجة يوسف النجار ولكن ده بالتقليد اليهودي ولكن لم يعرفها لو حضرتك عايزة تقدري ترجع أو أستاذ نجوب أنا آسف أخطأت في الاسم لو حضرتك عايز تقدر ترجع إلى ملف اكتب كلمة إخوة وحتلاقي ملف هل للرب يسوع إخوة بالجسد هل ليسوع المسيح إخوة بالجسد وحتلاقي شرح موضوع لم يعرفه حتى ولدت ابنها البكر وادعاء إنه لا ده فيه إخوة للرب يسوع وهكذا وتأكيد الأمور دي كلها اللغويا ومن سياق الكلام وتأكيد على أن سيدة العذراء مريم زي ما قالت النبوات إنه الباب يستمر مغلق وباستمرار الباب يستمر مغلق هذا الباب يكون مغلقا لا يدخل منه إنسان لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا وده استمرارية فحتى النبوات أعلنت هذا الأمر بوضوح شديد فلذلك مش هنفع نخالف الكتاب عشان بس خلافات ما بين كنيسة والتانية ربنا يبارك حضراتكم أستاذ مجد الرب السلام وليد المزء وربنا يباركك عزيزي وربنا يسوع المسيح وبركة ذكرى ميلاده تكون معنا ومنا العذراء يكون مع حضرتك أيضا أخويا الحبيب سؤالي مسبحة أطفال بيت لحم التي أمر بها هيرودس هل توجد أي مخطوطات أو وثائق مدون بها هذا الحادث؟ أيوة بالإضافة لتوصيق الروح القدس على ريشة الأباء التلاميذ أيوة عزيزي أشكرك جدا على كلامك وربنا يبارك حضرتك ارجع إلى موضوع العلم الأثار ويكتب كلمة لحم وهل حديثة قتل أطفال بيت لحم حقيقة تاريخية وحتلق المحاضرة اللي عملتها لهذا الموضوع أو حتى لو كتبت العنوان ده بس في السورش هيطلع على حضرتك وهتلاقي في الجزء الأولاني ليه يوسيفوس؟ ما ذكرش الموضوع ده ووضحتني من فضائع هيرودس أكتر بكتير أنه كان يجملهم كلهم يوسيفوس وأيضا قدمت بحثة قدمه البشوان السورغوليس وبعد ذلك أوضح حاجة مهمة جدا أنه في أحداث لم يذكرها يوسيفوس ولكن النقطة دية يوجد أدلة كثيرة أشار إليها مؤرخين غير مسيحيين على موضوع قتل أطفال بيت لحم على سبيل المثال ماكوربيوس ساتورنال اللاتيني تكلم على قتل سمع عن الناس اللي قتل هيرودس بزبح أطفالهم أطفال أقل من سنتين والكلام ده مسكور من القرون الأولى الميلادية ونفس المرجع هو لسجل المقولة الشهيرة اللي بتتنقلنا حتى الآن اللي قالها أغسطس عن هيرودس أن الأفضل أن تكون كلب لهيرودس عن تكون ابنه لأن هيرودس كان يهتم بكلابه ولكن يتبح ولاده لما يشعر أن فيه أي مؤامرة يهود أيضا سجله الحديثة زي رابي إلياس وذكر هذا الأمر وذكر شر هيرودس أنه إزاي وصل لدرجة أنه دبح أطفال كتاب أبو كريفي من منتصف القرن الثاني برضو ذكر هذا الأمر بالإضافة لوجود الأثار حتى الآن ما يسمى مغارة القديس جيروم والمغارة القديس جيروم دي تحتها وموجودة حاليا عندها كنيسة هي لتحتها يوجد مقبرة عظام أطفال بيت لحم وهكذا فعندنا أدلة من الأثار موجودة حتى الآن مكانهم أيضا أدلة من كتابات يهودية وكتابات غير مسيحية أكدت نفس الحادث أخويا الحبيب ارجع للملف ده واستمع للمحاضرة وحتلاقي فيها الإجابة إلى حد ما بشيء من التفصيل اللي أنا ذكرتها لحضرتك باختصار شديد بالوقت ربنا يبارك حضرتك وأشكرك جدا على سؤالك وربنا يحافظ عليك أستاذ ميشيل موسى نعمة والسلام رب المجد عزيزي ربنا يباركك بتقول ليه في بعض الألفاظ والمصطلحات نلاقيها فيه واحد من العهدين الأديم وجديد وما نلاقيهاش في العهد الثاني لأن الكتاب المقدس مش كتاب تكرار كتاب المقدس بيكمل بعضه فلذلك العهد الأديم بيكمل العهد الجديد والعهد الجديد بيكمل العهد الأديم والعهد الأديم يعني العهد الجديد كان مخفى في العهد الأديم والعهد الأديم معلم في العهد الجديد فمش لازم يكون تكرار ما ينفعش حتى كل الأباء في العهد الجديد يقتبسوا كلام العهد الأديم مثلا ألفاظ زي الثالوس الثالوس على فكرة واضح لكن مش مذكور الثالوس ولكن واضح في بداية العهد الأديم اللي هو تكوين واحد في البدء خلق الله السماوات والأرض اللي هو إلهيم وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله هذا الإقنوم الثاني يرفع على وجه المياه وقال الله وده عند اليهود متفقين إن الدبار اللي هو كلمة يهوى اللي هو الممرة عشان يقولوا كده الممرة ممرة يهوى اللي خلق ده تعبير يهودي معروف وده اللي هو الإقنوم الثالث الإب ارجع لملف السليوس في العهد القديم وحتشوفها إزاي موجودة بوضوح أخوال حبيب في جملة أرنى الآب وكفانة من أين أتى السائل بلفظ الآب لفظ الآب موجود في العهد القديم أخوال حبيب واضح جدا ده في أشعية ستة و أربعة وستين أشعية أربعة وستين بيقول يا رب أنت أبونا فدي موجودة لفظا في أشعية أربعة وستين أن الله أو الآب هو أبونا فمكتوبة لفظا وغيرها من الأعدال أعرفه قبل كده أمن لسه قال لحضرتك أشعية أربعة وستين مذكور فيه يا رب أنت أبونا لفظا فالحقيقة بالإضافة أن العهدين أخويا الحبيب مكملين لبعض فمش لازم يكون تكرار ولكن الحاجات دي مذكورة في العهدين أشكرك جدا عزيزي وربنا يبارك حضرتك وأتمنى أكون أجابتك باختصار على قد ضعفي وربنا يبارك حضرتك ولكن ارجع لملف السلوس في العهد الأليم ربنا يبارك حضرتكم أتوقف عند هذا القدر أرجوكم اذكروني في صلاتكم كل سنة وانتوا طيبين وأسف لو كنت اخطأت في أي شيء سامحوني وربنا